أكدت مجموعة المطار الدولي استعداد مطار الملكة علياء الدولي لاستقبال أعداد الكبيرة من المسافرين مع استمرار التعافي في قطاع النقل الجوي من تداعيات جائحة كورونا الرئيس التنفيذي في المجموعة نيكولا كلوت قال إن التعافي المتوسط للنقل الجوي العالمي سيستغرق بضعة أعوام أخرى لتحقيق مستويات حركة السفر المسجلة في عام 2019 قبل الجائحة ووقع سجلات المجموعة استقبض مطار الملكة علياء الدولي ثلاثة ملايين وستمائة وعشرين ألف مسافر خلال الأشهر العشر الأولى من العام الحالي أما حركة الطائرات فقد ارتفعت 79% تقريبا بنهاية شهر تشرين الأول مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي فيما سجلت حركة الشحن الجوي ارتفاعا بنسبة 17.6%